تدور الأيام في سوريا دورتها ولعلها بالفعل فعلت فعلتها بقلب الموازن جزئيا أو ربما بشكل مؤقت على الأرض حيث لغة الترحيب والدمار تدلان على فاعل واحد هي روسيا التي دعمت بطائراتها ومرتزقتها قوات النظام للسيطرة على بلدة الهبيت وتلسكيك بريف حما وقرية مغري الحمام بريف إدلب الجنوبي في تقدم وصفه حلفاء الأسد من ميليشيا حزب الله اللبنانية بأنه البوابة المؤدية إلى ريف إدلب الجنوبي والطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب وإلى مدينة خانشيخون الاستراتيجية هذه المشاهد الملتقطة لبلدة الزكاة بريف حما الشمالي التي اقتحمتها قوات النظام بعد أن حولتها لأطلال يبين مدى الحملة الشرسة التي تقوم بها بدعم من روسيا لمنع أي عودة للمدنيين إليها وهو ذات الأسلوب الذي تتبعه لإخضاع بلدة التمانعة وخانشيخون بريف إدلب حيث شنت عليهما أكثر من 132 غارة السبت إضافة إلى إلقاء 54 برميلا متفجرا وأكثر من 1250 قذيفة مدفعية وصاروخية في غمرة هذه الأحداث يعاني السكان في رفي إدلب وحما ظروفا صعبة للغاية ويعيشون الصدمة بعد أن عادوا لمناطقهم جراء الهدنة التي أعلنتها روسيا وكانت على ما يظهر لإعادة ترتيب قوات النظام لبدء هجوم يدمر كل ما أمامه على الجانب الآخر يظهر أن فصائل المعارضة السورية بدأت بتكتيكات جديدة تعود الانسحاب الذي عاشته بفعل القصف المكثف وبدأت بعدها هجوما عكسيا في تل سكيك بريف حما أمامه لهذه المعارك يظهر أن روسيا تقترب من فرض الأسد بالقوة مرة أخرى مستخدمة مؤتمر أستانا بوابة سياسية لترتيب اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة متجاهلين أكثر من أربعة ملايين مدنيين يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة يصرون بالمقابل على إنهاء ما بدأوه رغم الجراح إنه صمود الشعوب من يتحدث هنا يتراجع نعم لكن لا ينكسر